تعلم الألمانية الهيكل العظمي للإنسان باللغة الألمانية السلام عليكم في هذا الدرس سوف نتعلم عبارات ومفردات جديدة عبارات اليوم تتمثل في الهيكل العظمي للإنسان باللغة الألمانية درس مهم خاصة للأشخاص الذين يريدون دراس الطب في ألمانيا أرجو أن ينال أعجابكم Das Skelet Das Skelet Die Skelet Das Skelet Die Skelet تعني الهيكل العظمي للإنسان على سبيل المثال Die Schlüsselbeine Das Schlüsselbeine Die Schlüsselbeine تعني ترقوة ترقوة Das Schädel Die Schädel Das Schädel Die Schädel وتعني جمجمة على سبيل المثال Das Schädel des Menschen besteht aus 22 كنوخن Das Schädel Das Schädel besteht aus 22 كنوخن جمجمة الرأس تتكون أو تتركب أو تحتوي على 22 عظمان وتعني لوح الكتف Das Schulte بلات Die Schulte بلات لوح الكتف Die Ripper Die Rippen ظلع Die Ripper Die Rippen على سبيل المثال Er ist so mager dass man seine Rippen sehen kann Er ist so mager dass man seine Rippen sehen kann هو نحيف ونجد لدرجة رؤية الظلعه Das Brüstbein Die Brustbeine Die Brustbeine تعني عظم القص Die L Die LN تعني عظم الزند الزند Die LN Die LN عظم الزند Die有一 orbitals Die Schl temporände Die Speiche Die Speichen die Speichen عظم alвоعبور Die Speiche Die Speichen عظم alroom oodre Die Speiche die Speichen عظم alimboura دي كنی شايب دي كنی شايبن رضافر 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 دي كفر کنی 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 شايبن رضافر على سبيل المثال عند الشهيق يرتفع القفص الصدري وعند الزفير يتراجع إلى الوراء در ميتل هندخن يتراجع إلى الهد در ميتل هندخن يتراجع إلى الهد در ابر شنكل هندخن يتراجع إلى الهد در ميتل هندخن يتراجع إلى الهد در ميتل هندخن يتراجع إلى الهد در برست فيربل در برست فيربل در برست فيربل فقرات صدري در لندن فيربل در لندن فيربل فقرات قطنية شكرا على الاهتمام يمكنكم تحميل الدرس على الرابط أسفل الفيديو لا تنسوا زيارة موقعنا الإلكتروني والانضمام إلى صفحتنا على الفيسبوك وقناة على اليوتوب إلى اللقاء في دروس وشرحات قادمة